اشتركوا في القناة وانت يبقى لك اختيارك ما هي العملات التي تفضل ربما معظم الناس سوف تتجه الى العملات التي بها اصفات طويلة او اصفات كبيرة لكن يجب عليك ان تهتم قبل اي شيء يجب ان تهتم بالمشروع اهم شيء هو ان تهتم بالمشروع والقائمين على المشروع حتى تقوم باستثماء اموالك فيها سنقوم بتطارق الى العديد من العملات ومع وضع لكم الافضل في هذه العملات من خلال هذا الفيديو فلا سداب بعيدا مشاهدة طيبة اعود لكم اتنوخة في قناة مطروف الفيديو للمعلومة قبل ان نبدأ في العملات التي سوف نقوم بطارحها لكم اليوم ويدال حديث عن شيء ما بخصوص هذه العملات هي كلها جميع هذه العملات التي سأطاح وها لك حاليا هي عملات قوية وعملات عندها تصنيف قوي جدا او حتى عملات يعني متوقع على انها سوف تكون عندها واحدة نظرة قوية حتى بالنسبة للعملات التي سا اذكرها لك اليوم كلها تحدثنا عنها في السابق لكن هذا الفيديو جامعت لكم عملة بعملة وهي العملات التي سوف نقوم بطارحها ومتابعتها ان شاء الله في الفيديوهات القادمة حتى تعرف يعني جميع العملات التي سوف نقوم بالتطارق اليها هذا من جهة من جهة اخرى كل العملات التي سأطاحها لك هي ليست عملات اعلانية يعني ليست حملات اعلانية او يعني مع الاتفاق مع اصحاب او اصحاب المشاريع هذه العملات انا بحثت عنها شخصيا ومنها عديد من العملات اللي مستشمر فيها انا واحببت ان اقوم بمشاركتها معكم هذا بخصوص هذه العملات التي سا اتطارق اليها كما قلت لك العملات التي اذكرها لك حاليا سبق ان تحدثنا عنها يعني قبل هذا لهذا عملة واحدة وهي التي سوف نبدأ بها لم اتحدث عنها وهي حتى الان في واحد الفصل اللي هي جد مناسبة من اجل ان تقوم بشياء حاليا في محطة رائعة جدا عملة اكسولو يمكن ان تبحث عنها وتقوم بمشاهدة بعض الاخبار لربما لن تشاهد يعني اي شخص عربي تحدث عن هذه العملة هذه ما غتلقاش يعني حتى اشي شخص عربي تحدث عن هذه الكوين هذه شوف الواتس ليست 82000 في الواتس ليست الى مشيت الكميونيتي ديال هذه العملة غادي تشوف على ان التوقعات فيها قوية حتى انها استطعت على انها تصل لكتر من مرات في الثانيك وتحصل على اكتر من مرات للتقييمات اللي كانت ايجابية بشكل كبير على العموم انا هذه العملة هادي كانت توقع منها غادي يكون فيها واحد وما زال غادي نشاركها معاكم هذه هي من العملات اللي ما زالها ما اعطاعتش يعني ما زالت في الفدايات ديالها عندها في يعني في السابلاي عندها اه تمانين اه تمانين مريا تمانين مريا في التوتا سابلاي اه في الماكس سابلاي تمانين مريا هنا في الماكس كيبرا عندها حتى الان فقط مليون وستمائة وابعة وعشرين هناك الحديث وكذلك حتى محافظ تتحدث على ان اه اه اخبار سوف يعني سكون يعني بانضمام الحيثة الى هذا الكوين هادي على العموم سنقوم بالرجوع والحديث عنها الماكس او يعني العملات او المنصات اللي قد عملت العملة هذه ما زال ما ادخلت في منصات كبيرة يعني هي متواجدة بالطبع يعني في منصات هنا الكات اكشنج والفين داكس هي واحد المنصة اللي هي كبيرة ويمكن شراء عن طريق اليوني سوف والعملة مبنية على الاتريون هذا من جانب العملة الاولى اللي غانا اضع عليها اليوم العملة التانية اللي ربما يعني كان عندنا حديث عنها في اكتر من مراق اللي هي عملة شيريز فعملة شيريز كذلك واحدة من بين العملات القوية وربما كان في واحد اه لهاد العملة هدي بعض المشاكل وما زال غادي نهضو على هاد العملة هدي بشكل كبير. اه ما زال غا نهضو حتى على الاهداف اللي يمكن لنا اننا نبنيوها على عملة شيريز. اه لمشيو العملة الاخرى اللي هي عملة شب اينو. عملة شب اينو اللي هي كان نعطي لكم بزاف دي الاخبار دي العملة شب اينو وشهر فبايا كتوقع لانها غادي يكون واحد الصعود قوي بخصوص هاد الكون هدي بانطلاق الشبير يوم والعديد من الاشياء اللي كتوقعها بزاف دي الناس على انها غا تحدث في هاد العملة هدي واللي استطعت على انها في اكتر من مرة توصل يعني في الكوني ماركتكاب والكونجيكو بزاف دي الاشياء اللي هي كانت ايجابية بخصوص هاد العملة هدي. اه هي من العملات التي كذلك سوف نقوم بمتابعتها ومن بين اهم العملات اللي يمكن انك تفكر في الاستثمار فيها في هاد الشهر هلا. اه عملة اخرى اللي هي عملات البيبي دوغ. عملات البيبي دوغ اه لعلي اه في اكتر من مرة اتحدث عن هاد العملة هدي كذلك اللي هي واحدة من بين العملات اللي وما حصلت على واحد ناشف ميات. مازال غادي يكون عندنا الشرط. وغانا بنوليكم اهداف جديدة. رضا بلنا الاهداف كامل اللي حقناها يعني بخصوص عملات البيبي دوغ. مازال غادي نبنيو اهداف واحدة اخر بخصوص هاد الكون هادي اللي كذلك مازال غا تعرف واحد اه الطفرة هاد العام هادي وكيف مما قلت لكم في الفيديو ديال البيبي دوغ على ان هاد الكون هادي غادي ما زال تكون واحد هاد السنة هادي غادي يكون حصد لنتائج السنة الماضية. اوكي? سنة الاعمال الماضية. اه نمشيو هنا يا ونهضر على عملة اخرى اللي سبق لنا اننا اهضرنا عليها ومن العملات اللي قوية ومنتظر على اننا غادي شاهدوها في الواحد دولار وفي اكثر من الواحد دولار يعني في يعني في هاد السنة يعني خصوصا بعض العديد من الاخبار اللي سوف تؤتي على عملة الضوغ. اه هنا مسألة وقت فقط. هالعملات اللي اعطيتها لك والتي سوف نقوم بطاحها هي مسألة وقت فقط حتى نشاهدها في مستويات اعلى في نحصد فيها على البعض. واحدة من العملات لعلا بعض الاشخاص سوف يختلف معي حول لونسي. لكن انا اقولها واعيدها. لونسي هي قوية وحتى الان تبرهن على ذلك. سعود في الاخر بعض الشنسة على 14% وكذلك سنقوم برجوع الشرط ونشاهد اهدف اللي تم ضربها لنا حتى الان. تيرا كلاسيك اه واحدة من اللي ممكن اننا نستفد منها. كذلك ليس فقط تيرا كلاسيك بل حتى العملة اللي تابعة لها. اللي هي الاستيستي. اللي هي اه تيرا كلاسيك اللي كانت تسمى بالعملة المستقرة في الماضي. عفات اليوم لواحد صعود اللي هو خمسين في المياه. تخيل معي يا اخي خمسين في المياه. ونحن نتحدث عن هذه العملة منذ انطلاقتها هي والوانسي. يعني البرح راح تكون كبيرة والبرح الحمد لله هي كبيرة ومتوقع لاننا ما زال غادي نشوفها في الواحد دولار. ما زال!!!!. غادي نشوفها في واحد دولار. هذا بخصوص عملة اه تيرا كلاسيك او لوس تستي. يعني لوس تستي. عملة مستقية. نبشيوا العملة اخرى اللي هي عملة الميني فوتبول اللي يسبق لي انا 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 نحددتكم عليها آآ هاد العملة هذي كيف ما تكاتول لكم في واحد الفيديو اي اني لو هذات في הلعملة دي الميني فوتبول هاد العملة هذي هو واحد العملة اللي صحي واحد عملة مشيء من العملات القوية وصراحة هي واحد العملة اللي يمكن انك تسافد منها من البومب اللي ما زال ان شاء الله غادي يدي واحد البومب وتسافد منها من هذيك البومب اللي غاديه عندها في الواتشليث خمية وخمستاش للألف وهذه العملات ديها بزاف دين ناس كتتوقعوا على انها غادي تحدث واحد آآ الصعود اللي قوي ولو حدثوا انه كان صعودي يعني حصد حصدات يعني او كسارت فقط الصفة الاول والصفة حتى على الصفة الثاني العملة الان فيها عشارية الاسفة فالكسارة الصفة الاول والصفة التانية وما بقى عندك مدية فيها سوى انك تخوج فيها يعني فقط إلى اكسارة الصفة الاول خوج منها هذي العملات دي وستفيد من العملاء اخرى فالربما في العملات كاملة لغنطحها اليوم تبقى الميني فوتبول هيدي عندها واحدة النسبة دي اللي عالية هذا بخصوص آآ الميني فوتبول هنا هيا هيا نرى واحد العملة اللى تابعة اه هنا اذا نرى الدوغ دوجي او او دوك كيل عفوا. الدوكيلة هادي العملة هذين اللى عندها 400. واحد تصمع فهذه العملة هذي وتحصل فيها على البحر غاز يخصي حقا التقسم واحد راس المال اللى يكون واحد راس المال الكبير فهذا العملة اللى عملة ليش كما تسمى. هاد العملة هذين المتوقع كذلك ان انا غادي نشوفها في واحد المسويات اللي كبيرة بنطلاق وهذا نعليها في السابق. هذا بخصوص هاد العملة هذي عندها حتى الان يعني في آآ آآ يعني في طوتا سابلاي اللي هو مية وسبعة الف. اوكي نمشي ونهدو على عملة اخرى. عملة كذلك هي عملة تابعة لشيبا. هي بون شيب سواب. بون شيب سواب اللي هي كذلك من العملات اللي معروف على انها غادي تعرف واحد صعود قوي بنطلاق يعني يعني غي اطاء لبون شيب وغي اطاء للكيلادوغ وغي اطاء لشيبا ايرو. تمام اخواني. بالنسبة لواحد العملة اخرى اه مازال غاد نشوف فيها واحد الصعود اللي هو قوي. اللي هو اه شانتيو اوكي على هاد الشكل هذا او ستكي كما تشاهد معي هاد الكوين هدي اللي معروف على اننا اه معروف على انها غادي يعني قبل باسبوع كانت اه سفر سبعة وحتى الان سفر عبعة وثمانين. اه الحمد لله يعني كانت في سبعين سنت والدابة في عبعة وثمانين سنت. اه اللهم محققنا فيها الالبح ولكن هي واحد من العملات اللي متوقع منا اننا نشوف واحد اه الصعود اللي هو قوي بخصوص هذه العملة هذه. اه بصداقية هاد الكوين هدي كبيرة جدا. ومبنية على البيان بي. نمشي ونهدو على الجاسمي. جاسمي مازال غادي تكون عندنا واحد حلقة هاد الاسبوع بخصوص هذه الكوين هدي. اه حققت لنا واحد الالبح اللي كبيرة ضربت لنا الاهداف اللي كاملة اللي اسمناها. ومازال غادي نعطيكم الاهداف وكذلك مراحل تصحيحه وكذلك النقاط ديال الدخول في عملة جاسمي خصوصا انها استطعت على انها دير واحد القاع اللي يمكن ان نسميه بواحد كاخر قاعة. وبدأت واحد من حالة من التلاقاء بخصوص عملة الجاسمي كوين. اه استعادة الان هو جوج الاصفار خمسة وخمسين. وممكن انه نشوفه في الواحد سنت نشوفه مرة اخرى الواحد سنت. على العموم اه توطل سبلاي ديالا اللي هو خمسين مليا ديال هاد الكون هدي. اه المطاوح هو تلاتة وتسعين في المياه من هاد الكون. اه نمشي ونهضع على عملة اخرى كذلك. اه ده بك نعطيكم انا فقط غير نضع عامة حول العملات اللي ما زال غادي نهضع لها لكن ما زال غادي يكون عندنا كل فيديو بالتفصيل على عملة بعملة ومعطيح لكم الاهداف معطيح لكم اه لماذا اخترت هاد العملة ولماذا اخترتكم هدي العملة الى غير ذلك ومع بعض الاخبار بخصوص العملات اللي غان اذكرها لكم. اوكي? هاد اليوم هادا غادي يكون خاص بهاد العملات هديك كمجموعة. تمام. هاد انا على جاسمي دبا غان اهضع على عملة الجامتي. الجامتي انا من الاشخاص الاول اللي هدعت على الجامتي هدي. والحمد لله حققنا فيها مكاسب كبيرة جدا وكانت في محالة صحية قوية. الحمد لله بدأنا في عملية يعني الربح مرة اخرى واحتى الجاستي اللي تابعة يعني شركة ستيبن. يعني انا تحدث هنا على شركة ستيبن اللي عندها عملة الجامتي. اه تطبيق جامتي وعندها كذلك اه عملة يعني الجاستي. على العموم اه نمشي وان هادو على الكون الاخرى واللي غادي نضع عليها اللي هي البيتجات. او البيتجات او البيتجات او برايس كما يسم. اه او عملة برايس. هذه العملة اه ترقبوها. هذه العملة واحد من العملات اللي قوية. اه ربما في هذا الفترة هذه اه ممكن ان نشاهد واحد الفترة تصحيحية وهي واحدة من العملات اللي متوقع على اننا غادي نشوفها في مستويات كبيرة. عملة لمنصة وهذا المنصة دي البيتجات او كنا كنا نعرف ها. اه سبقين انا نهضرنا عليها في اكتر من مرة. واحد من هذا المنصة هذه اللي هي منصة عالمية. هاد منصة دي متوقع على ان هاد الاصفار هذه اه ما نقولش على ان انا غادي نشوفها في الواحد سنت لكن على العموم لو كسرت لنا السفر والسفرين الحمد لله حصلنا على المكاسب ويمكننا نخرج. والمطرح من هذه العملة هذه حتى الان يبقى هو يعني الشيء الذي يخيف فقط. حتى ان المطرح هو اربعين في مياه بخصوص هاد الكون هذه. اه على العموم اه هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن انا نتحدث على انه مخيف بخصوص العملة. ربما يكون هناك حرق الكميات اللي كيمتلكها اه الفريق وهذا غا يؤثر على العملة بيتجات او عملة وغا نشوفوا دخول اللي حيتان بهذا الشيء هذا اللي غا يقدي لباش انه نشوفوا الحدف ديه الاصفر. نمشي ونهدو على الكون الخار واللي هي اه هنا هدو نهدو على السيف زون. السيف زون اه هدونا عليها خصوصا في هاد اسبوع هذا. اه الحمد لله اني حتى الان بمباشرة بعد ما هدونا عليه كان في واحد الصعود. اه حقات مكاسب دياله الحمد لله. اه هنا معذل غا ينشوف هاد الكون هذي يعني غا ينشوفه فيها وحده اتفاعات قوية. اما عنداش واحد اللي هو عالي. اه غا ينشوفه يعني غا نشوفه مازال كدلك غا ينشوف هاد الكون هذي يعني في واحد اه اللي غا يكون كبير جدا وغا نشوف ماكس كبير وممكن ان نشوف هاد العملة هذي في مستويات اللي هي العشر سنت والواحد دولار خصوصا عندما عندهاش اللي هو عالي. لكن كما اخبطت يعني فقط اه يجب عليك الصباح. هذه عملة اه من بين كذلك العملات اللي ما حالتها صعبة جدا. اوكي. اه نمشي ونهذو كذلك على واحد العملة اخرى. اه هذا العملة هذه اللي صراحة من بين العملات اللي قوية عندها في اه 20 الف اه واتش ليست. اشخاص روضعوها في المتابعين هذه العملة هذه وعندها في الماكس سبلاي اللي عندها حتى الان اللي هو عشر ملايير يعني في الماكس سبلاي وفي توتال سبلاي اللي عندها عشر ملايير وخمسمائة مليون ديال لهذه الكوين هذه. على عموم يعني السعر ديال حتى الان اللي هو اه يعني الساعة دينا اللي هو اه الاربعة سنت وسبق لنا ما حددنا عنها حتى الان اغمى هاد النزول دي دي جوج في المياه الا اننا الناس يدخلوا مباشرة من بعد الفيديو حقوقها باحة يعني كنت اه او كانوا الناس يدخلوا يعني في الجوج يعني في اه الجوج سنت ولبقى الاربعة سنت لكن على ما ممنح لنا ماشي ادول هدف دينا مازال غير نعطيكم يعني نظر حعمة حول يعني هاد الكوين هدي وشنو اه الايجابيات والسربيات ديال هاد العملات اللي اه سنتعفوها لكم حاليا. هادي كما قلت لك هي نظر عامة حول هاد العملات. اه لمشيوا يعني كان اه جوج ديال فقط بسعف يعني اذا بغيش يتقلب عليها في غالي يعطي يعني هنا هي الاولد وعطيك هنا يعني كان جوج ديال هنا هي اللي غالت لقاها ما مكتوبش يعني كيفما اذكرنا لكم في واحد الفيديو اه كان السعر ديالة هنا يا بسبعة سنت او سبعين سنت اه دبا وصلت لواحد دولار وما زال ان شاء الله غادي نشوفوا هاد الكوين هدي غادي يتافع القيمة ديالا ان شاء الله. اه الحمد لله يعني اغم اننا نتحدثنا عن هذا الفيديو ويمكن يمكن لك ان تراجع يعني فيديوهات اللي هدنا فيها على الكوين على العملات هذه بشكل عام وتشوف يعني اسعار قبل وبعد يعني حتى تتأكد بنفسك يعني لا تصدق كلامي انا بل ابحث يعني انت ايضا ابحث في فيديوهاتي وشاهد يعني الفرق ديال اللي اعطيتكم. اه هذا بخصوص ما زال غادي يكون عندنا متابعة بخصوصات العملة هذه. بخصوص عملة اخرى ما زال غا نعطيها لكم كذلك اللي هي اه عملة اه الكوين. اوكي. عملة كوين كذلك من اه العملات اللي اه غا يكون عندها واحد الصعود لي هي قوي جدا. وغا تكون واحد المرحلة ديال اللي غا تكون حاسمة خصوصا انها ما عنداش ماكتكايب اللي هو عالي حتى الان ماكتكايب دياله اللي هو خمسة وعبعين مليون فقط بينما في ماكتسابلاي اللي عندها اللي هو خمسمائة مليون وعندها حتى الان توتا سابلاي اللي مازال ما معرفش بخصوص هذه العملة هذه وهذا الشي اللي كي خلي بعض الناس متخوفة عن ما من هاد الكوين هاتي اه متواجدة هاد الكوين هاتي في قيمة ديالها يعني خصوصا انه اه بزاف دي المنصات اللي داخل فيها هاد هادي ولي من بينها منصة كبيرة جدا اللي هي البيت فيتنس العديد من المنصات الاخرى الكبيرة التي سوف تجدها حتى في باينانس يعني حتى في باينانس ديالامريكا هم تواجد فيها هاد الكوين عادي اه القيمة او الماكتكاب ديالا اللي هو عالي جدا هاد العملة هادي صراحة واحدة من العملات اللي هي مناسبة من اجل استثمار بامان استثمار اموليكا بامان اه يمكن ان تستثمي بشيائك من خلال باينانس من خلال يعني محفظتك اه الى غير ذلك اوكي اه هنا سنقوم بالحديث عن ال اكس ار بي اي اكس ار بي لي هي ربما قبل سنتين وانا تحدث عن ال اكس ار بي واطلب منكم الشياء ديالا واحدة من اللي كوين لصراحة قوية قوية جدا هاد الكوين هادي اه مازارا ديكون كذلك احدنا حديث عنها وهدي من التوصيات التي اوصي بها هي الاكس ار بي اللي السعر ديالا الان هو اه السفر او الاربعين واحد واربعين سنت والاكس ار بي يعني قبل تقريبا اسبوعين من الان كان السعر ديالا اللي هو اه سفر اتنى او عشرين عشرين على ما اعتقد اشين او اتنين عشرين على اشين او اتنين عشرين وارشين يعني كان اتحدث عنها تحدثت عنها واخباتكم بشرائها والحمد الله حتى الان لربما الناس التي اشترت يعني حصرت فيها على بعض المكاسب لكن بالطبع ليست اهدافنا هي اه في الحصول على العشر في المئة او من اسمالنا طبعا اه نمشي ونذهب كذلك على الكنوس عملة كذلك اه او اوكي عملة كذلك واحد من العملات اللي قوية اه ربما تحدث كذلك هي مع واحد اربع فيديوهات اه كنساعده الي هو اه جوج سنت الان وصلت الى ثمانية سنت اه حتى الان هذه العملة من الكون اللي يمكن انك تستفد منها اه سبعمائة واثنين وسبعمائة وخمسة وعشرين شخص او سبعمائة وسبعمائة وخمسة وعشرين الف شخص وضعها في الواتشليس اي متابع هذه العملة ومتابع تحركات هذه العملة هذه الماركتكيف ديالها اللي عندها جوجة المريعة ديال الماركت كيب اه هاد الكون هادي اللي يمكن انك تستفد منها بالاستثمار ديالك بكل امان يعني بخصوص هاد الكون هادي اللي كذلك يمكن انك تبحث عنها في الماركت سنية وتقوم بشرائها عن طريق هاد المنصات اللي قدها معك على الشاشة واللي متواجدة في واحد المنصات اللي هي كبيرة لعل هاد الكون هادي اذا شفناها في المنصة غادي نشوف الانطلاق ديالها بواحد الوتيرة اللي هي صاروخية بخصوص عملة كرونس يعني ما كنظنش على انه باقي بزر باش نشوف الكرونس يعني في الباينانس لكن على العموم لو شاهدنا ذلك انا لشوفوا واحد الاتقاء ديال العملة هذه وانا اعتقد على اننا غادي نشوفها في الواحد الدولار او حتى يعني في التسعين سنت والواحد دولار اه على العموم اه سنقوم بالدخول والحديث عن اه الموبوكس كذلك هي من بين العملات اللي تحدث عنها الاسبوع الماضي اه غادي نهضو عليها ان شاء الله في المستقبل وغادي نتابعوا هذه العملة هذي السعر دياله الان ثمانية وخمسين سنت اه كذلك هاد الكون ديال موبوكس هذه معروفة وعندها جوجة المليون ديال الواتش ليست اللي متابعين هذه الكون هذي وحتى الان الماكت كيف دياله اللي هو ميوجوج فقط ميوجوج مليون فقط دياله هذي الاستثمارات اللي مواضعينها في الالتكوين هذي ومتواجدها من منصات كبيرة من بينها بايننس من بينها بيتكيت لمن بينها كذلك البيسواب الى غير دلك من المنصات الكبيرة اه هنا غادي نمشي ونهضو على البيسواب طبعا لواحدة من العملات اه اللي اه هذلنا عليها في السابق وما زال غادي نهضو عليها ان شاء الله اه في المستقبل هذي كذلك من البين العملات هي قوية جدا ماذا سيكون عندنا حديث حولها ان شاء الله في المستقبل البيئة البيئة طبعا هنا سوف نمشي ونضع كذلك الكون ديال الايكاش اللي يمكن انك تستفد منها كذلك وبثاف ديال الناس والمتشبعين يطلبوا مني وضع حلقة حول الايكاش ومشاهدة او كذلك طالح لكم ميزات ديال هذه العملة ماذا سيكون عندنا حديث حول الايكاش وهي افضل عملة صغيرة للاستثمار يعني يمكن انها تحدث هنا افضل بيعني بازاحة او بدون احتساب يعني البيبي دوك كوين وكذلك بدون احتساب شيبا فهذه يمكن اعتبارها كثالث كثالث كوين يمكن انك تقوم بصغيرة منها وهو مشروع اللي هو كبير جدا حتى الان ماكتكاب ديالو اللي هو سبعمائة وعشرين مليون يمكن كذلك ان نشاهد ارتفاع الماكتكاب اللي ممكن ان نشاهده ان شاء الله ويأتي هذا الشيء بشكل كبير على العملة طبعا عملة اخيرة اللي يمكن ان نتحدث عنها اللي هي عملة ماتيك هذه العملة كذلك او بوليغون طبعا بوليغون ماتيك سيكون كذلك عندنا حديث عنها يعني فقط قبل 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 اسبوع تحدثت عن العملة عندما كان السعر ديالا في يعني في ال 86 سنت وحدثتكم على انها غادي تكون عندها واحد طفرة خلال هذا الشهر هذا والحمد لله هي ليس فقط هي بعض العملات اللي اذكاتها لكم ماذا غالي نجعل العملة كل عملة على حيضة معطاح لكم الاهداف ديالا ومراحل تسريح بالنسبة لك لو كنت تريد ان تقوم بشراء اي عملة من هذه العملات التي ذاكاتها ضع علينا في التعليق حتى نبدأ بها يعني حتى نبدأ بالعملات اللي كتكون او اللي ستباغي انك تستثمر فيها نبدأ بها هي اللولا نعطيكم ناطق الدخول والاهداف طبعا حتى تستفيد ويستفيد غيرك فوصلنا لنهاية هذا الفيديو ما تنساش خلينا في التعليق ما هي العملات اللي باغي تستمى فيها والعملات او اللحتة اللي مستمى فيها والعملات اللي كتظن على انها غادي تعطي بشكل كبير جدا في هذه السنة كل ما عليك هو وضع كل هذه الشيئة بالتعليق وما بقى لنا الى ودعوكم ونطلقها في فيديو جديد ان شاء الله كان معك هاي سمو السلام عليكم وحمد الله وبركاته